الفنان محي إسماعيل يبرر إقامة شقيقه بهيج في دار رعاية النقابة في تطور اللافت للنظر يتواجد الكاتب بهيج إسماعيل حالياً في دار الرعاية التي تديرها نقابة المهن التمثيلية وهو ما أثار تساؤلات الجمهور والمهتمين عن دواعي هذا القرار الفنان محي إسماعيل شقيق بهيج قدم توضيحاً في تصريحاته الأخيرة لجريدة الوطن مشيراً إلى أن الأمر يعود لاختيار شخصي من شقيقه وأوضح محي أن بهيج يتنقل بين شقته الخاصة ودار الرعاية بمحض إرادته مستفسراً فين المشكلة وأضاف قائلاً هو يقيم في شقته لفترات ثم يختار قضاء بعض الوقت في دار الرعاية لماذا يتم تضخيم الأمر؟ تأسيس دار الرعاية هذه قد تم من قبل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وتهدف إلى توفير العناية اللازمة للفنانين والمخرجين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة في مراحل مختلفة من حياتهم هذه الخطوة تمثل جزءاً من مبادرات النقابة لدعم أعضائها وضمان رفاهيتهم في ضوء هذه المعطيات يظل السؤال قائماً حول الأسباب التي تدفع فرداً لاختيار الإقامة ضمن هذه المؤسسة بالتناوب مع الحياة في منزله الخاص ما يلقي الضوء على أهمية وود مثل هذه الدور لفئات متنوعة من الفنانين